هل المرض ابتلاء؟ نعم ابتلاء أي شيء يصيب الإنسان حتى ولو شوكة حتى ولو شوكة يعني شاكت وفاذ ابتلاء وعاوز أقول لحضرتك حاجة عشان نبقى متوفقين من البداية لا ينزل البلاء إلا بذنب ولا يرفع البلاء إلا بتو لا ينزل البلاء إلا بذنب ولا يرفع البلاء إلا بتو لا يستنى هنا سننا تتخوفنا كذا خلي بالك من التفصيل ده بقى حضرتك البلاء البلاء أو الابتلاء له ثلاث مراتب له ثلاث مراتب بسرعة كده قبل الأذان إن شاء الله باقي تقريبا حوالي دقيقتين الأذان إن شاء الله عز وجل أرجو ابتداء أول ما تسمعه توم تصلي لأن ده برضو سبب من الأسباب بفضل الله تبارك وتعالى اللي هتدفعك إن شاء الله لتحصل خشوع ودي قدتني يعني الآن خاطرة فبقول الابتلاء له ثلاث مرات المرتبة الأولى خلي بالحضرتك للتمحيص والمرتبة التانية للتطهير والمرتبة التالتة لرفع الدرجة الله 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 تاني تاني يبقى أول ما يجي لك ابتلاء مرض الولد سقط الولد مرض الزوج مزعلك الزوج مزعلك التجارة خسرت أي ابتلاء أي بلاء تمحيص تمحيص يعنيه اختبار ها هتثبت على الطريق ولا هتهجر الطريق وهتبعد عن الله جل وعلا لا حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمن وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلاعلمن الله الذين صدقوه ولاعلمن الكاذبين يبقى أمر ربنا ابتلك بمرض ها ابتلاء اختبار تمحيص هتقول الحمد لله لطالما من أنت علي بالعافية شكرا لك يا إلهي لطالما من أنت علي بالعافية آه يبقى جميل لتمحيص يبدأ المرتبة طيب ظل البلاء موجودا بعد مرتبة التمحيص وأنا صابر وثابت ولا أتقهقر ولا أتكعكع ولا أتخلف أبدا عن طريق الله لكن لا زال البلاء قائما لسا المرض موجود آه خلي بالك هتنتقل للمرتبة الثانية أراد الله أن يرقيك للمرتبة الثانية ألا وهي مرتبة التطهير يبقى الابتلاء إذا محصت به وثبت ربنا يطهرك به يا سلام يطهرك حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا وما يبرح البلاء بالعبدي حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة يبقى هذا تطهير من رحمة الله جل وعلا أبشر باقي والمبتلة تب المرتبة الثالثة لا زال البلاء موجودا أنا محصت وطهرت يبقى لسا مرتبة الثالثة آه لأنه ربنا ابتلى النبي ليمحصه لا ابتلى النبي صلى الله عليه وسلم ليطهره لا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ما تاخر بل أشد الناس ابتلى للأنبياء ليرفع درجته فإن صبرت بعد التمحص وبعد التطهير فلك نصيب من درجة النبي البشير النذير صلى الله عليه وسلم